سعاد بن عمارة واحدة من ضمن مئتي تلميذة تستفيد من خدمات دار الفتاة هنا بجماعة حد كرسة تابعة لتراب مدينة سيديقاسم إجراءات صارمة تعتمدها المؤسسة لحماية التلميذات من عدوى كوفيد-19 في الباب كنا عقموا يدينا وقدروا نتسل الحرارة والكمامة ممكن حيضواش حشار من قاتت هدابير بيناتنا البنات أنا متعان كنا أسهنايا وبنت صاحبتي بعيدة عليها بكتر من ميترة وداروا ونحن في قشية الماكلة خمسة لبناتنا في الطابلة وكنا عشراء كنا عشراء في الوقت الماضي بروتوكول صحي اعتمده أطر دار الفتاة لحماية النزيلات ومحاصرة فيروس كورونا المستجد بدءا بتقليص عدد المستفيدات من 400 إلى 200 فتاة أسبوعيا تقيم اليومي والشامل الفضاء دار الفتاة ارتداء الكمامات بالنسبة لجميع النزيلات احترام من نسبة 50% لا بالنسبة للمراقض ولا قاعة الأكل ولا قاعة المطالعة احترام كذلك العملية للتفويج بالتنسيق مع المؤسسة التعليمية يشار إلى أن نظام التفويج الأسبوعي الذي اعتمدته المؤسسة تساعد التلميذات على المواطبة على الدراسة في ظروف آمنة خصوصا مع احترام مسافة التباعد الجسدي وعدم التجمعات اشتركوا في القناة